اشتركوا في القناة لجميع اجزاء عمان وانا اعلم ذلك لانني عشت هنا من قبل وقد رأيت ذلك مرة اخرى خلال هذه الزيارة ولاحظت ان دول الخليج قد نالها الكثير من المدنية الحديثة واضن انها فقدت بعض هويتها الثقافية ولكن عندما تنظر الى عمان فانت ترى كيف يقدر العمانيون كلهم تراثهم وثقافتهم تتجمع سحابة ويتساقط المطر فيعيش الناس وتتبدد الغيوم بلا مطر فيموت اناس وحيوانات ففي صحاري جنوب الجزيرة العربية لا يوجد نظام للفصول فلا صعود ولا هبوط في النسخ بل قفار خالية حيث تشير الحرارة المتغيرة وحدها الى برور الثنين انها ارض قاسية وجارة لا تعرف شيئا عن اللطف او الراحة ومع ذلك عشفها اناس منذ اقدم العصور اما الاجيال التي ولد فقد تركت حجارة سودتها النار في مواقع الخيام كما تركت بعض الاثار الواهنة للأقدام المطبوعة على سهول الحصبها وفي اماكن اخرى مسحت الرياح اثار اقدامهم يعيش الناس هناك لانه المكان الذي ولد فيه والحياة التي يعيشونها هي الحياة التي عاشها اسلافهم من قبلهم فهم يتقبلون المشقات والحرمان ولا يعرفون سبيلا اخر هكذا تحدث الرحالة والمستكشف البريطاني ويلفريد ثيثجر او مبارك باللندن كما سماه رفاقه من البدو العمانيين في كتابه الرمال العربية والذي وصف فيه الاسفار التي قام بها في الروب الخالي وما حوله من عام الف وتثمائة وخمسة وعبعين الى عام الف وتثمائة وخمسين والذي اعتبرته مجلة النقاد البريطانية من الكتب التي تخلف تغييرا دائما في اراء المرء حول العالم وفيه وصف مبارك باللندن رحلاته في الصحراء العمانية وغيرها ووثق لها ولما وقف عليه من طبيعة الارض وصفات البشر كما وثق شغفه الكبير باكتشاف مجاهلها محاولا فهم طبيعة العلاقة بين الانسان والارض بشكل عام والحياة في الصحراء العمانية بشكل خاص والتي اثرته بكل تفاصيلها موسيقى بعد مرور العديد من العوان على وفاة ويلفريد ثيسجر او مبارك باللندن كما يحب ان يكنها وبعد التغيير الهائل والتطور الذي طال معظم المناطق التي زارها في تلك الحقبة البعيدة من الزمان جاء الى سلطنة عمان وتحديدا الى مدينة صلالة في محافظة ضفار رحالة اخر ومغامر بريطاني هو ادريان هيز وتحدث عن رغبته في القيام برحلة عبر الصحراء العمانية قائلا انه سيتتبع خطى ثيسجر وانه سيقوم بمحاولة عبور الربع الخالي بذات الطريقة التي اتبعها ثيسجر اي بقافلة من الجمال وبرفقة مجموعة من الادلة من البدو العمانيين متنزه البليد الاثري كان الموقع المختار للاعلان الرسمي عن رحلة ادريان هيز على خطى ثيسجر وقد بيّن هيز بعض التفاصيل حول الرحلة والمحطات التي ينوي المرور بها او التوقف عندها على خط السير الذي سار عليه مبارك باللندن منطلقا من صلالة عبر وادي جرزيز مرورا بمنطقة عيون ثم عبر اودية ادود وملحيت وصولا الى مكشن ثم الدخول الى مجاهل الرمع الخالي معتمدا على ادوات مصيفة ومتزودا بزاد يسير الفكرة هي انني لست رحلة ثيسجر ولا مبارك باللندن انا ادريان هيز نحن نقوم برحلة برفقة زميلين من دولة الامارات وثلاثة من سلطنة عمان مع الشكر للشيخ خالد بن طفل الكثير الذي سوف يقودنا في هذه الرحلة وكما ترون فان مقشا اصبحت الان مدينة مقارنة بما كانت عليه من قبل حيث كانت تحتوي على منزل او منزلين فقط وسوف نكتشفها الا اننا نستعمل اقل قدر ممكن من الادوات الحديثة فلن يكون هناك جهاز لتحديد المواقع ولا هواتف سوف نحمل معنا التمر والخبز والارز واللحم والبصل والفكرة هي ان نكتشف جميعا رحلة ثيسجر بالاضافة الى جمال الجبال والاودية والصحراء الصباح الذي اختاره ادريان هيز للانطلاق وهو صباح اليوم التالي ربما لم يكن صباح سعده ولانه لم يكن موافقا رغم محاولاتنا الحثيثة لاقناعه بمرافقتنا له بشكل رسمي معل فرد بتصوير حصري لرحلته وان وجودنا سيفسد عليه المناظر التي يريدها فقد اختار الانطلاق دون اخبارنا وبعد دقائق معدودة من خروجه الى سهل ايتين هو ومرافقيه حدث ما لم يكن بالحسبان ادريان تعرض لاصابة بالغة في رأسه الامر الذي تطلب حوالي ثلاث عشرة غرزة بينما تعرض احد مرافقي لاصابات هو الاخر بعد سقوطهما عن الجمال ولاننا كنا على مقربة منهم فقد عملنا على مساعدتهم وطلب الاسعاف لهم شكرا للمشاهدة وعندما التقين هيد في المستشفى قال إنما حدث أن الجمال خافت من الناس والسيارات وخرجت عن السيطرة على الرغم من أن المكان كان شبه خال من البشر في ذلك الوقت الباكر أظن أن الناس كانوا يقودون قطيعا من الجمال ثم بدأوا بالركض كأنهم في سباق لرعاة البقر كان الأمر جيدا بالنسبة لي إلى أن بدأت بالانزلاق فقلت لنفسي إنه حان الوقت للنزول ولكن ريلاي ارتفعتا ووقعت مباشرة في الأرض على رأسي وقد يكون السبب الفعلي هو أن طبيعة المنطقة كانت غريبة على الجمال التي لم تعتد الأرض ذات الحجارة والحصبها وقد كانت هذه علامة فارقة بينه وبين ثيسجر الذي اعتاد أن تكون معه في أسفاره دائما إبل من المنطقة التي يتواجد فيها حتى يتفادى مثل هذه الكارثة الانطلاق الفعلي للرحلة كان بعد ذلك بعدة أيام وبعد تماثل إدريان هيلز ورفيقه للشفاء ومع انحسار أمطار المنخفض الجوي فقد تخلى هيلز هذه المرة عن الجمال وقرر السير على الأقدام عبر سهل إيتين ووادي جارزيز على أن يكون ملتقان بهم في المساء في المنطقة الجبلية ما بين الوادي ومنطقة عيون وفي وادي جارزيز الذي كان لا يزال يحتفظ بالكثير من الغطاء النباتي بعد موسم الأمطار دعا أحد رعاة الإبل الرحالة وصاحبيه لشرب الحليب الطازج وبعض الشاي ثم واصلوا سيرهم في الوادي باتجاه الشمال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نعمل أن نصل إلى القمة اليوم التي تبعد حوالي 23 كيلومترا ونأمل أن نلتقي ببعض الجمال هناك وبعد ذلك في اليوم التالي ندخل إلى وادي عيون وهذا في الحقيقة جزء صعب فالأودية مليئة بالماء نعرف ذلك لأننا سبق وأن ذهبنا إلى هناك ولكن الوصول إلى هناك ممكن قد يصل مستوى الماء إلى ركبنا ولكن هذا الأمر يجعل الرحلة ذات طابع خاص إنه من الممتع أن تكون هنا في المرتفعات الشمالية لوادي جارزيز بدأ المساء يضفي ألوانه الذهبية على المكان نحن الآن على بعد حوالي 23 كيلومترا عن موقع الانطلاق في الصباح ومع أن الشمس تكاد تغيب إلا أنه لا أثر إلى الآن للرحالة ورافقه ومع بداية الليل صدنا في حيرة من أمرنا ونتوجس خيفة أن يكونوا قد تعرضوا لأي مكرور ما هي إلا فترة وجيزة حتى علمنا أن الرحالة ورافقه وصلوا سالمين إلى الجبل وأنهم في ضيافة أحد السكان في تجمع شبوب السكاني القريب من المنطقة التي كنا ننتظرهم فيها ولأن لعياء كان قد نال منا نحن أيضا فقد قررنا البحث عن مكان قريب منهم يصلح ليكون موقع مبيتنا في أولى ليالي رحلتنا الطويلة باتجاه العباء الخالي الصباح في مرتفعات جبال ضفار والشمس ترسل أشعاتها على المرتفعات والأودية لتكشف عن الكثير من مواطن جمالها فلكل شيء هنا رونقه الخاص إنها سمات تكشفها عين المنبهر بالمكان تجدها في النباتات على تنوعها وفي التضاريس المختلفة وفرة المياه وقطعان الماشية والطيور وغيرها من الصور الطبيعية الآسرة من شبوب كانت انطلاقة اليوم الثاني للرحلة وكانت الجمال قد نقلت بالسيارات إلى الجبل لتوفير الوقت ولتفادي مشكلة عدم تمكنها من عبور وادي جرزيز ومسالكه الوعرة لتوفير موسيقى هذا شرف كيلومترات فقط من الانطلاق استوقف القافلة أحد وهالي المنطقة ودعاهم لتناول وجبة الإقتار فوافقوا يحث أدريان ورفيقاه الخطى على الطريق المعبد باتجاه منطقة عيون القريبة نسبية وهذه رفاهية لم تتوفر لمبارك باللندن ورفاقه حين عبروا من هنا ورغم أنها بدايات فصل الشتاء إلى أن أشعة الشمس بعد العاشرة صباحاً تصاعب المهمة على راكبي الجمال نهيك عن إرهاق الركوب ذاته ويبدو أن أدريان هينز متماسكاً ومصمماً على إكمال الرحلة وقد وضع نصب عينيه أن يقطع ما يقرب من الثلاثين كيلو متراً كل يوم على الأقل على أن تكون استراحاتهم في الظهيرة قرب قرية عيون فبدى الأمر وكأنه مغامرة أكثر من أن تكون رحلة استكشافية للأرض وما تحويه من حياة فطرية أو حتى لعادات الناس وتقاليدهم البداية كانت عادية جداً ولكننا واجهنا بعد ذلك منطقة تشبه الغابة وتسلقنا الصخور لقد كانت صعبة وحارة ورطبة كان اليوم الأول شاقاً وطويلاً اليوم الثاني كان أفضل حيث وصلنا إلى قمة التلال ثم خلال وادي عيون وادي عيون منطقة جميلة فكل شيء ما عدا الأرض كان يغرق لذلك كان يوماً مريحاً بالأمس ذهبنا إلى وادي عيون وقطعنا مسافة 12 ساعة ومشينا على أرض لم تكن مريحة للجمال وكان الجو حاراً جداً لا أمانعاً أمشي 12 ساعة أو 24 ساعة أو أسابيع أو أشهر ولكن الحرارة كانت مرتفعة جداً لقد كان يوماً شاقاً ويبدو الفرق جلياً هنا بينه وبين ثيسجر الذي وصف كل ما رآه في أسفاره بدقة وشغفه بل إن مقارناته التلقائية ما بين تجاربه في مناطق مختلفة من العالم كثيراً ما أثرت خيال القراءة وأشبعت فضولهم الأدبي أما نحن فقد بحثنا عن ظل يقين حرارة منتصف النهار بعد أن أهدان أهل المنطقة بعضاً من اللحم فاليوم هو أول أيام عيد الأطحى المبارك وشرعنا في أعداد وجبة غداء لذيذة مع زوال الشمس وحين بدأت الحرارة في الانخفاض واصل هز ورفيقاه مسيرهم باتجاه وادي غدون حيث سيبيتون ليلتهم في الوادي عند بئر تسمى مشدين وهي تحريف لفظي للبدو لكلمتي ماء شديد وهي البئر التي ذكرها سيسجر في كتابه الرمال العربية تبعنا القافلة لمسافة يسيرة وهي تسير على السهل الصخري على الجهة الشرقية من وادي غدون ثم قررنا عدم المغامرة بعبور الوادي بالسيارات خاصة وانه كان قد شهد سيولا جارفة خلال الايام القليلة الماضية ولابد ان الكثير من برك المياه ما زالت متجمعة في الوادي وانطلقنا مباشرة الى ثمريد وانطلقنا مصنع كتابه المالك المغامرة تفزايا اخوار التعريف وانطلقنا مسترى وانطلقنا مسترى وانطلقنا مسترى المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة كان الأهالي قد ذبحوا بعض الماعز إكراما للضيوف المستقبلون للقافلة هنا منهم أبناء وأحفاد مبخوط بالربعين من بيتش داد الكثيري وهو واحد ممن استقبلوا ذات يوم في هذا المكان ويلفريد ثيسجر واحتفوا به وقد كانت فرصة لنتحدث إلى إدريان هيز وأحد مرافقيه ولنقف على بعض المعلومات عن هذا الوادي وعن بئر مشديد من مضيفنا المترجم للقناة المترجم للقناة وفيها حياة أثرية شفت عندنا مشديد هنا فيه ما شاء الله من ألاف سنين موجود وعلي يندرونها زمان على حبال على حبال وعلي يطلعون يمين في قرب لينشرتهم لبعرهم لقد توقفنا هنا اليوم في مشديد وهي منطقة رائعة جدا انظر إلى البيئر القديمة وكيف كان الناس ينزلون إلى البيئر للحصول على الماء في هذا المكان تجد الكثير من التاريخ وهنا تجد الماء الطبيعي فقط بين عيون وشصر لقد قضينا وقتا رائعا هنا طريق الحمد لله طيب صادفتنا شوي متاعب طلعنا من وادي جرجيس اللي هو كان هو تغريبا أصعب أصعب مسار علينا وإن شاء الله ما صادفنا مواقف أصعب من هذا ونزلنا الحمد لله في الوادي هذا عقب المطار فيه زلك وفيه وحل نعم لكن قطعناها الحمد لله ويايها ابو محمد قضان اليابري والبريطاني أدريان هايز ومتعاونين والحمد لله وهذا يشل هذا وإن شاء الله مقزرينها يجال ودي غدون واحد من أجمل الأودية في هذه المنطقة وأشهرها بتنوع الحياة الفطرية فيه ما بين الحيوانات البرية على اختلاف أنواعها وخاصة الغزلان العربية والأشجار والنباتات المختلفة إضافة إلى التكوينات الجيولوجية على ضفتيه والتي تشكلت بفعل عوامل التعرية على مر السنين وبينما تواصل القافلة المسيرة في الوادي نجد أنفسنا مسحورين بجماله الأخاب ولابد لنا بالتالي من توثيق أكبر قدر ممكن من صور التنوع الرائع الذي تتميز به خاصة وأنه ما زال يحتفظ بين جنباته ببعض برك المياه التي خلفتها الأمطار يقول ويلفريد فيسجر في كتابه الرمال العربية لما كن أرغب في اجتياز الربع الخالي بسيارة ولحسن الحظ كان ذلك مستحيلا في زمن أسفاري لأن القيام برحلة في سيارة عندما كنت أستطيع القيام بها على ناقة فإن من شأنه أن يحول المغامرة إلى عمل بهلواني ويبدو أن إدريان هز يقوم بعمل بهلواني بالفعل باستخدامه وسائل الاتصالات الحديثة والسيارات في الوقت الذي يفترض فيه أن يتبع خطى من سبقوه من الرحالة الذين لم تتوفر لهم كل هذه الإمكانيات من الرفاهية ترجمة نانسي قنقر ففي وادي غدون وقبل الوصول إلى المطهفة توقف ورفاقه لليلة في مخيم الشيخ خالد بن مسلم بن طفل المسهلي وهو ابن واحد ممن رافقوا مبارك باللندن في أسفاريه وقد اتصل هز باستخدام هاتف يعمل على الأقمار الاصطناعية بوالدته في لندن حيث كانت تحتفل بعيد ميلادها جديد من حيث كلمرة جديد من الحيب همذي حيث تحتفل ممتاز الإنسان لا, نحن الكتاب الماضي لدينا هذه المتابعة المتابعة ولجمعه بحقايا لم تكن قلوبا للإنسان إسم تأخيرا وériس قريبا ستكون مرحبا المتابعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة القافلة الان على مشارف قرية المطهفة في وادي غدون وهي محطة اخرى من محطات الاستراحة المفترضة في الرحلة زخات خفيفة من المطر استقبلت الرحالة في المساء حين وصلوا مشارف القرية اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى وكذلك فعال الاهالي حيث عدوا وليمة كبيرة اجتمع فيها كثير منهم ومن من حولهم من المناطق وبعد العشاء جاء دور الفنون العمانية المعروفة في بادية ضفار من الهبوت وغيرها شارك فيها الجميع بمن فيهم ادريان هز ورفاقه موسيقى 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 الآن يقولون أننا ننتبع معنا خطة بن لندل وطريقة بن لندل لكن أختلاف كان أول نعرف جبايل كل جبيلة تروح في محلها في وطانها التاء تعديه تسلمه جبيلة الثانية تتعالى في الصباح الباكر في الوادي أصوات رغاء الإبل وتظهر حركة نشطة لإعداد القهوة العمانية وتجهيز الإبل لمواصلة الرحلة باتجاه ولاية مقشن على بعد حوالي مائتين وسبعين كيلو مترا باتجاه الشمال عبر العديد من المحطات المثيرة في أودية وشعاب وأراض مترامية الأطراف ربما لم يطى بعضها آدمي منذ زمن طويل موسيقى موسيقى وأيضا عبر محطة مهمة وهي منطقة الشصر أو أوبار الأثرية التي شغلت خيال العديد من الرحالة والمستكشفين على مر الزمان والتي تعد محطة هامة للقوافل من وإلى موانئ ضفار وعبر الصحراء العمانية إلى وجهات التجارة القديمة موسيقى رحالة عمانيون دو خبرة ودراية بالتعامل مع ركوب الإبل وسوسها في قوافل لمسافات طويلة ولأيام متواصلة ينضمون اليوم إلى القافلة ويبدو جليا الدعم والإسناد الهام الذي يقدمه الجيش السلطاني العماني للقافلة ككل بما فيها مجموعة الرحالة البريطاني إدريان هيز الذي عبر لنا فيما بعد وفي أكثر من مناسبة عن شكره وتقديره لهذا الدعم الذي تمثل في توفير الغذاء والماء على طول مسار الرحلة للرجال والنوق المشاركين فيها إن احترامي لمبارك بن لندن والبدء الذين قاموا بالرحلة قبل 65 عاما أكبر مما تتصور نعم كان هناك أبار الماء التي يحصلون منها على الماء والتي أصبحت الآن جافة أو أصبح الماء غير صالح نعم كان لديهم الكثير من الجمال حوالي 50 جملا يستطيعون أن يحملوا عليها مؤونتهم ولكنني أدركت أن تلك الجمال كانت بحاجة إلى الكلأ والماء وما فعلوه قبل 65 عاما كان بأقل بكثير من الأدوات التي لدينا الآن نحن لدينا هنا سيارة دعم مريحة وفي الحقيقة من صلالة إلى مقشا كنا نركب على الجمال كل عدة أيام فقط ومن مقشا إلى حدود الإمارات كانت السيارة معنا لأنهم كانوا في حاجة إليها هذا لم يتوفر لهم قبل 65 عاما عادة عمانية متوارفة حرص أهالي المطهفة على إحيائها وهي مرافقة الضيوف حين يخرجون من مناطقهم حماية لهم وحرصا على سلامتهم حتى وصولهم إلى منطقة آمنة كأن يصلوا إلى أرض تابعة لقبيلة أخرى أو حتى يعبر الضيف عن عدم حاجته للمرافقة ومع انطلاق القافلة من المطهفة رافقهم إثنان من الأهالي على ناقتين على أن يبقيا مع القافلة حتى وصولها إلى الشصر ترجمة نانسي قنقر الشصر أحد مواقع طريق اللبان الذي هو جزء من مواقع التراث العالمي في محافظة ضفار بسلطنة عمان وتقع على الأطراف الجنوبية من صحراء الربع الخالي وقد أشارت الدلائل إلى أن الموقع كان مأهولا بالسكان منذ العصر الحجري كما كشفت أعمال الحفر والتنقيب في موقع الشصر عن وجود مدينة أثرية قديمة يعتقد أنها مدينة إيرم ذات العماد التي جاء ذكرها في القرآن الكريم وهي أرض عاد قوم ثمود التي لم يخلق مثلها في البلاد كما ذكرها النص القرآني ولازالت أعمال الحفر مستمرة للكشف عن هذا الموقع الأثري المهم بعد اكتشاف الموقع الأثري اللي هو مدينة وبار الأثرية أصبحت على الخارطة العالمية في مجال السيعة فالحمد لله يعني بعض المنطقة يعني يوجد فيها مخزون جوفي كبير يعني المياه ويعني أصبحت من المناطق السياحية في النقد في محافظ الظفار فكان في الحياة السابقة المياه ما فيه إلا ثلاثة مياه في البادي عامة اللي هو حبروت تجاه الجنوبي واللي هو في الوسط منطقة الشسر بداية تعالى مكرف الرمال والربع الخالي مقشن فالشسر موقع حال يستوي موقع استراتيجي متوسط بين الجنوم محافظ الظفار مناطقة جنوبية وبين الشمال مناطق محافظ الظفار الشمالية يقع موقع الشسر موقع استراتيجي موسط بين هذه المناطق وموقعها المحوري في البادية أفرض بوجودها في العهد السابق وفي العهد الحاضر نالت نصيبها من النظر المباركة منطقة الشسر تتوافر فيها الآن مقومات الحياة الحديثة وهي منطقة مزدهرة ووعدة خاصة في مجال الزراعة حيث تتميز المنطقة بتربتها القصبة وبوفرة المياه الجوفية وقد اتسمت السنوات الأخيرة بحركة زراعية نشطة وانتشرت المزارع في هذه السهول التي تنتج محاصيل متنوعة من الحشائش والخضار والفواكة الرحالة البريطانية إدريان هيلز ورفاقه قطعوا إلى الآن حوالي خمسين كيلو متراً باتجاه الشسر مواصلين المسيرة على ضفاف وادي غدوم ومع كل مسافة تقطعها القافلة تتجل المظاهر المختلفة للطبيعة العمانية الغنية بكل ميزاتها وتنوعها تتجل المزارع في الوصف تتجل المزارع في الوصف مرحبا تتجل المزارع في الوصف تتجل المزارع في الوصف وعند اقترابهم من الشصر استقبلهم احد الهالي ليرحب بهم ويدعوهم ليرتاحوا هم وابلهم قدر ما يشاءون فرحة الوصول الى المناطق الاهلة بالسكان كبيرة جدا في قلوب المرتحلين على الجمال في الصحراء لنيل قسط من الراحة والتزود بالماء والطعام وقد تحدث من سنحت لهم الفرصة لاستكشاف الصحراء في عمان من الرحالة قديما وحديثا عن كرم اهل عمان وحبهم لاستقبال الضيف والحفاوة به كذلك كان حال القافلة حين وصولهم الشصر اذ استقبلهم نائب والي ثمريد في المدينة ولفيف من الشيوخ والاهالي ودارت الاحاديث حول الرحلة وما كان منها الى الان ودارت على الجميع فناجين القهوة العمانية الشهية ثم حان موعد الغداء الذي كان عبارة عن وليمة كبيرة في المساء بعد ان ارتاح الجميع كان اللقاء مجددا في عزبة الشيخ سعيد بن مسلم سن وبعد العشاء دارت الاحاديث مجددا على ضوء نار حطب السمر حول ما كان من اخبار الرحالة الذين زاروا الشصر او مروا به خاصة مبارك باللندن وذكريات المعب من كبار السن ممن عاصروه او عاصروا من شاركه شغفه بالصحراء من اهلهم وذويهم وقد كانت فرصة لنا من جنيد لنتحدث مع الرحالة ادريان هيز حول رحلته وبعض ذكرياته عن الشصر ادرك جيدا اهمية هذا المكان فقد زرته من قبل فطريق اللبان ممتد من جبال ضفار حتى السعودية وهناك هذه الفجوة الكبيرة من الماء وهذا مكان استراتيجي بالقرب من مدينة اوبار انا سعيد لرجوعي هنا بعد ثمانية عشر عاما وحينها لم نتلقى الترحيب الذي حصلنا عليه في هذه المرة وهذه المنطقة باكملها تبدو رائعة جدا شكرا شكرا